تحت شعار جئنا نحيي النضال البطولية ضد الاحتلال قام وفد قيادي من الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بزيارة إلى مخيم جينين لرصد آثار العضوان الإسرائيلي الهمجي وتأكيدا على حق الشعب الفلسطيني بالنضال ضد الاحتلال هذه الزيارة من كبير الوفد كبير من الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية والتعاون مع حزب الشعب الفلسطيني جاءت إلى مخيم جينين لنقول لهذا المخيم وأبطاله بأننا نؤذرهم نساندهم نحن اليوم جيني وفد من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي من أجل أن نقول لأهلنا في جينين أننا أبناء شعب واحد نحن هنا من أجل أن نؤكد على حق شعبنا الفلسطيني بالنضال ضد الاحتلال وضد موبقاته نحن هنا من أجل أن نوصل هذه الرسالة الوحدوية الرسالة الهامة والنضالية وأيضا من أجل أن ننحني أمام عائلات شهداء وكان في استقبال الوفد قيادات وممثلين عن الفعاليات السياسية والاجتماعية في مخيم جينين وممثلين عن اللجنة الشعبية في المخيم إلى جانب نشطاء من جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية حيث أشاد وفد الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية بهذه الوقفة الوحدوية والتكافلية لكل أبناء جينين ومخيمها ضد الاحتلال أهداف الوفد التضامني مع هذا المخيم الصامد الذي أبله بلاءا حسنا ضد الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة أننا أطلقنا حمل نحن الإغاثة الزراعية والجبهة الديمقراطية للسلام ومساواة هذه الحمل المساعدة ستكون المرحلة هو توزيع 300 تنك مياه حسب الاحتياجات التي تمت في المخيم هناك حاجة إلى 300 تنك بحوالي مبلغ 150 ألف شكل خلال 24 ساعة القادمة ستكون فرق الإغاثة الزراعية بالتنصيق مع دارة المخيم وتوزيع ذلك نأتي هنا إلى مخيم جينين هذا المخيم انتصر على هذا الاحتلال أرى المعنويات العظيمة أتذكر المقولة الرائعة حين يبتسم المخيم تعبس المدن الكبيرة وخلال الجولة التفقدية للمخيم والتي أتت تأكيدا على الموقف السياسي الواضح والداعم للأهل في جينين ولنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ومن أجل التحرر والاستقلال والعودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية قام الوفد بتقديم واجب العزاء لأهالي الشهداء وبزيارة لمؤسسات المخيم الوطنية والشعبية كما توقف عند آثار العدوان التي طالت البنى التحتية للمخيم وتم التطرق إلى احتياجات المخيم والنشاطات المستقبلية التي بالإمكان تنظيمها لتعزيز سموده وتجاوزه لآثار العدوان الهمجي هذه نراها رسالة دعم وصمود لأهلنا وشعبنا في مخيم جنين نشعر أنه إحنا مش لحالنا إحنا مش بحاجة لدعم مادة تموين وما هذا لكن الدعم المعنوي والنفسي اللي بحتاجه أهالي المخيم هو بعزل صمودنا الداخل الفلسطيني درجة أولى أهلنا وأحبانا وأشكاءنا وإحنا جسد واحد ما في شيء بفرقنا دمنا واحد علمنا واحد وطننا واحد إحنا كلاجئين في داخل الوطن إحنا أساسا من الثمانية وأربعين